أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير بمدينة جروزني التي استضافت معسكره الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم قبل أن يتوجه في وقت لاحق اليوم إلى مدينة فولجو جراد التي تحتضن لقاءه الأخير أمام نظيره السعودي بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم